إذا كان الذرة من الكبر تحول دون دخول الجنة دخولاً مباشراً فمعنى هذا رغم أن الأمر يوم القيامة بالوزن والموازين ومن ثقلت موازينه الحسنات يعني أفلح وأنجح من خفت موازينه خاب وخسر واعتبط والعياذ بالله انتبهوا إلا أن هذا لا ينبغي أن يفتح عليكم باب غرور باعتقاد صحيح أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنة أقل تضعيف عند الله تأتي بحسنة واحدة عاشر أمثالها أقل وبعدين بضاع العشرة لسبعين سبعمائة سبعة ثلاثة سبعة مليون لمن يشاء صحيح إياك أن تغطر بهذا تقول فمن أين أهلك كيف أهلك الحسنة بعشر أمثالها في أدنى تضعيف والسيئة بمثلها أو يغفر صحيح السيئة بمثلها أو يغفر فمن أين أهلك لا يمكن أن تهلك والعياذ بالله من بابين الباب الأول أنك تحفظ الطاعات والحسنات وتتغافل عن السيئات يعني أي حسنة عملها لو تصدق بألف يورو قبل عشر سنين عمره من ساعة بقوم بحنا منه وهو في باله أعطى ألف يورو مش نسيها لكن غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وسب وستم وقذف في أعراض الناس وكذا كذا كل يوم ماشي في الطريق هذا هذا هو نسي كله واضح؟ هذا الباب الأول يحفظ هذه ويتغافل عن تلك الباب الثاني أنك لا تدري أن الحسنة وأنضيع فت بمليون ضعف قد ترجح بها سيئة مما تتصاغره وتتحقره وهو عند الله عظيم جدا كما رأينا في الكبر تكبر صاحبة صالبة وتصدق لكن تقدرش تخضع عن الحق ما تقدرش أبدا وخاصة لما يكون خصمك أقل منك أقل منك رتبة أو شهرة أو مزية أو نسبا أو مالا أو قبولا عند الخلق أقل منك من العامة قد يكون ما تقدرش تكبر عليك فأنت متكبر ما أدرك أن هذا الكبر والعياذ بالله يرجح بكل حسناتك يا أخي ذنوب مخيفة الغيبة غيبة الناس ذكر الناس بما يكرهون وإن كان فيهم من الكبائل الغليظة الله أعلم أي سيئات الغيبة عاد ترجح بكم؟ بكم مليون حسنة ما أدرك فإياك أن تتعرض لغضب الله من هذين البابين وإياك أن تكون من المغترين إياك أن تكون من المغترين أختم وقد أطلت عليكم النصيحة بعض الناس أيها الإخوة أخذ على نفسي هذا شيء طيب من حيث الأصل أنه لا بد أن ينصح لأن النبي صح عنه في الحديث المشكور الدين والنصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يظن أن النصيحة هي أن تتكلم افعل ولا تفعل هذا يجوز وهذا لا يجوز مع أن جوهر النصيحة أن تنصح له في القول إذا قلت بمعنى ماذا؟ يعني أنت الآن مثلا أخذت على أخيك في هذا المجلس أخذت عليه شيئا أخذت عليه شيئا انذهبت إليه ولفدته يا أخي أنا لحظت عليك كذا كذا فتش نيتك ألف مرة خاصة إذا كان هذا الأخ بينك وبينه كما يقول حساسية حساسية معينة فأنت تريد أن تسجل عليه نقطة تريد أن تعيره وتخرج التعيير في مخرج النصيحة سورة عن نصيحة أقول لك الله عليك رقيب وبك بصير وعلى كل نفس بما كسبت قائم لا إله إلا هو أنت ما نصحت أنت غششت وانتقمت واشتفيت أنت مغرور مغرر بك فحتى النصيحة حين توجه شيئا وتقول شيئا لا بد أن تكون فيه النية خالصة لله لاحظ النفس كذلك الغضب لله لا بد أن يكون لله ليس للنفس أحسن من هذا النصيحة أن تكون أن تكون إرادة الخير بالمنصوح مهما أبهضك هذا ومهما أحرجك وافهموا تفصيل هذا اللهم ترجمة نانسي قنقر